كما أقرى عبد الكريم مدوار بأن هناك بعض الأندية تمارس عليه ضغطا عشوائيا حسبه وهذا لتغيير البرمجة وتأجيل بعض المباريات لكنه أصر في المقابل على ضرورة احترام الرزنامة رغم بعض الإخوان الذين رأيهم ضغطين بطريقة عشوائية أقولها وأعيدها لتغيير في البرمجة اللي عنده متروطار لوترز يلعبو اللي عنده لوكاتورز يلعبو اللي ما بغى شراب هو حر إذا كانت جي تندير كل واحد وش يبغي رابطانا ما نشتغلش فيها وما نجيش بش نشتغل في هذا الميدان